كل الناس عندها فضول إلا هيحصل لما نجي نقابل وجهنا الكريم إلا بيحصل في المقابر المقابر تعتبر هي دار الحق ده المكان الحقيقي الوحيد في حياتنا لكن في البعض منا بيحاول يبوز الحقيقة دي في حاول في ناس كي بتحاول تسيق بيها عالم كبير هنعرف أكتر من حراس هذا العالم معام محمد هو من حراس المقابر نسمع حكايات ممكن أول مرة هنسمعها بس نسمع حاملنا بقى ونركز زيك عام محمد عامل ايه؟ دنيا بردة محمد تقول يوم على الحال ده؟ اه كل يوم على الحال ده يا عينك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك أبلع حاجة عام محمد الناس كتير فكرة ان الموت هي انهاية وان الموت خلاص لكن الموت هي البداية على فكرة هو البداية عشتك في البداية دي غيرت فيك على فكرة؟ دي لازم خليتك بتفكر في الحياة كيف؟ انت هنا مقيم انت وعيلتك؟ انا وعيلتك وولادك وبتربيهم بيروحوا الجامعات انت عايشين في حوش هناك؟ ولا عايشين في ايه؟ عايشين هنا وولادي في المدارس عادي في المدارس؟ اه في حوش ولا ببيت من البيوت؟ انت بتحرس المقابر هنا؟ اه اه حرس المقابر هنا؟ فيه ناس بتيجي تحاول تسرق في المقابر؟ لا وكسرق لا بس فيه موضع الاسحار انت على طول دخلت في السحر فيه الاسحار؟ لا انا بتكلم بفيه ناس بتيجي مثلا تسرق جثمان او حاجة؟ بس عماتا معروف ان فيه ناس بتحاول تسرق موكي ماشي بس المقابر ستة اكتابر تسرق لان كل المقابر الاطرابيه هنا بسمع بعض كله بسمع بعضيه الاول اللي في البداية زي اللي في الاخر لقد قاس حصلت حاجة كله بيبلغ بعضيه كله بيجمع في السواني طب هنا بتيجي تقولي ان هنا اسحارت بتاعنا تمشى السلام عليكم رحمة طلاب وبركاته فيه ناس بتيجي ترمي اسحار هنا واحنا عارفين القصة دي على فكرة القصة دي ما بين يوم ما بينك وانا هقولها على فكرة خلينا اقولها انا لقيت اسحار في مقابر عندنا في مقابرنا هنا واحترنا فيها ناو انت عمي ايه الحكاية دي بقى؟ والله هي الحكاية اولا طالما الانسان ما عندهش دين انت تتوقع عامل كل حاجة طبعا وعندك حق ونعمة بالله سحرا فقط كفر انا زعلان من واحد ما اتصلش معاى ان انا فقرة زيب بسحش لا اقل حاجة لو قلت حزب الله ونعمة الوكيل هاخد حقي لو قلت الله يسامحه هاخد حقي فما اتصلش ان انا اتجرأ ان انا ازيف حاجة زيدي ليه؟ عشان خاطر المادة مش محتاجة للمادة المادة الاولا واخيرا هجمحها بس هتحسب عليها طبعا في الحلال في الحرام هتحسب عليها بس ازاي عمى محمد؟ يعني ازاي؟ انا هتكلم عن عيلتي احنا عيلة ابعد ما يكون من الفكر ده وعيلة 3 ارباع افراد العيلة ملتزمين فاللي عمل السحر ده هو من بره العيلة او مش معمولين على فكرة ده فيه ناس عملت لنا السحر وفتحوا المقابر عندنا وحطوا السحر ايه باش انا احترام ليك انا شفته انا جيت زبون بيجيب زور قسم بالله ليه صورة واحد واحدة صورة بتاع واحد واحدة اه ومعمول السحر ومحطوط في المدفن بجد او الله جاي الزورة ام عمل سحر على صورة مش هو اللي عمل السحر اه كان في واحد بيجي الزور في المدفن كل جمعة اه يجي ياخد من المفتاح اه جمعك ولي العلالة اه ياخد المفتاح ورح يقف على المدفن ووقف على نفسه اه لحد ما يزور هو راجع رح يجايلي ام فجأة الراجل ده قعد جمعتين تقريبا او 3 جمعة مجاش ام جي استحب المدفن الاساسي فجأة الرجل ديك اللي عطو الصورة بتاع واحد ووحدة ادي محمد قطو والله من الاخر قال لي قطو السحر اه تم اللي حاط قطو معرفش الفود اللي حاول بجماعة الطرق قطو والله انا معرف انا اتمنى انه نمسكوا اه في ناس هنا بتاع في ناس هنا في المقابر سحرة بيعملوا سحر ويجي يحطوه في مقابر اي حد فيه فيه بجد او الله عاشين مستيكو هنا واعرف واحد شيخ يعني انا بس ما عرفوش ما عارف يعني فمرة استدفت بيه بجد او الله فالمو قلت له جينا السحرة مع بعضين شيخ شيخ مقيم دينا حوالينا شيخ من اللي بيقرأ من اللي بيضور في المقابر يقرأ القرآن اوز بالله قلت له تابعة الاحترام ليك انت رجل بتعمل من مسار جابت بعضيها قال لا انا بعمل كذا 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 بيعمل سحر ايو لو انت مسار زي واحد تبقى الفايدة ان انت هتستفيد في الاخر اه حبا تستعلم منه اه احنا بننصح بعضينا اه قال لي في الاخر مادة 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 باخد الفلوس بس لازم اخد الفلوس دي ان انا مجميع بجميع الطرق ان انا صفة في الحلال ما بيتوفاش من صفة في الحلال لان معاها امر ايو معاها امر لان اللي بيعمل حاجة دي لازم يكون معها جان اه بياخد الفلوس الجان بيحدد له ياخد مثلا خمسين جنيه ياخد من الجنيه ياخد الف جنيه اخد خمس سبب جنيه حسن ما ياخد ممنوع يصرفها في الحلال بيصرفها في الاستغفضل العظيمة يا رب يعني يكنا شرم يا رب اولا عم محمد هو وبيحطها في اي مقبرة في اي ان كان يا باش انا احترم لك ممكن يفحط هو مشكلة رح رمها في المقبرة ويرمها من على المقبرة من على الحيطة في لك ادر الله في حالة وفاة وبينزم حالة الوفاة كله محدش عارف من اللي جاي جامل ولا دا سعب المدفن ولا حاجة يوم من حطتها ويرمها في المدفن ويرمها ويرمها في المدفن ويرمها انت بعد احترمك في الوقت ده اه لانا ولا انت صحف وعينة اصلا ان احنا مش في دماغنا فهم جئت باسأله قال لي في الاول والاخر انا عارف دي اثناء هنموت قلت له ماشي تم احنا نموت بس نموت على حاجة محصية اه قال لا قبل ما بنموت لازم ربنا سبحانه وتعالى يبتلين باي مرض مرض خبيس عاوز بالله نفضل نعاني منه لحد ما نموت عاوز بالله عاوز بالله قلت له انت لما انت عارفك اللي يقصم بله كلنا قال لنا هنعرفون بعضينا قلت له طيب هتروح تقابله ازاي يعني انت هتقابله ربنا هتقول له اه هم تقول له ان انا بعمل عشان خطر المادة المادة اللي انت هتاخدها مني او من فلان او من علان هتاخدها بس هتاخدها بالحلال لو صبرت هاخدها بالحلال وانت عايشين في دا عم محمد طبعا ناسا اسؤال اما انت بتلاقي الساحب تفكه ازاي ما انت ممكن تفكه غلط على فكه اولا ما انت ممكن تحاول تتصلح الموقف تعقه اكتر اصاحب الموقف ده راكم واحد بس اولا طالما انت بتعمل حاجة دي صفر الواجه اللي اولا طبعا انت ما بتطلبش الحاجة دي ان انا مثلا لقيت الحاجة دي عند محمد ما بتطلبش مادة من محمد لا انا بفك الحاجة دي اولا انت بتسمي بالله تكرق اية الكرسي اية الكرسي اللي معارفة انها تحسنت كامل طبعا تكرق اية الكرسي وترامة انت بتعمل لله انت بتعمل مع ربنا ونعمة بالله اش بستنى حاجة من حال اه وبحطها في الماء ملح وباجيبش اخي يقرأ عليها وبفكها برما في اي حاجة بتجري ما يساري على طول اه انا بسمع عن الناس اللي بتعمل اسحارو بيتعلقها في شجر المقابر عشان كل ما الشجر يتهز كل ما يتهزي يزيد التعبع ربنا يزيدهم كفر ويعني فعلا يا رب يا رب يا رب انا مش مسامح في اي حد يلجأ الى الساحل حزب الله ونعمل وكيل فيهم متشوفوا حاجات متعلقة في الشجر؟ متشوفوا لا والله بتشوفها ايه بتشوف ايه ع الشجر؟ متشوف اه ورقة معمولة زال زم حجاب احطتها في جسم متعلف شجرة طول الشجرة ما تتهزت طول مساء اللي معموله الحاجة دي تزد اي تزد تعب اكتر يعني ده فعلا بجد او الله طب عمام محمد هو معلش في المقابر اللي احنا فيها في در الحق اللي احنا فيها في العالم ده اللي كل واحد عنده فضول بتسمع حاجة بتحس حاجة انت شخص ملتزم انت شخص انت حرس هنا المقابر اللي هي وسمعتك زي الورد وزي الفل عشان كأنه لما قررتك كلم في الموضوع ده انا قلتها محمد هو اللي هتكلم معاه بتحسوا بحاجة هل فعلا الامواد بتارواحها بتتجول بالليل هل انت بمعرفش معرفش انت انت اين بتشوفه او بتقسم اقول انا عايش هنا من اتنو وتتسعين ده انا انت برك تلاتين سنة عايش هنا في المقابر من اتنو وتتسعين بقسم بالله بلف بالليل بلف بالنهار بادفن بالليل بادفن بالنهار انا ما سمحت الاسوات اللي انا بسمحها اطلاقا خالص اه فالناس اللي بتقول كيف يتحيق لها لا اولا جميع المقابر تمت ساكنة معرف انها ساكنة فيها ساكن جن ساكن جن؟ ايوه جميع المقابر بس ان احنا كمنطمين هنا عايشين هنا على طول قسم بالله انا مشوفتش حاجة من حاجة اللي يعني اسمع واحد بقولك انا بشوف كذا بشوف كذا طب انت بتشوف طب احنا عايشين في المقابر اه انت عايش فهل عايشين في المقابر انت تشوف طب انا مش هشوف اه لازم اشوف زيك يعني اعقل خالص اه في الفترة اللي كليتها اكون حتى شوفت مرة صح عندك حق قسم بالله ما شوفت في حياتي بس انت ليه بتقولي كل المقابر مسكونة جنة اشمع ليه؟ هي المعروفة المقابر تمت المقابر تمت كلها مسكونة جنة؟ ايوه مش حالات وفاة طب حد ايوه انا بسأل عن عدم فهم انا مش بسأل عن علم على فكرة لا لا هي المقابر معروفة ان المقابر ساكنة اه فاة ساكن جنة طب اه هل مثلا انت بيبعندوك معايير معينة لو حد يجي يزور بالليل لا ما تسجيش تزور بالليل تتضر؟ ممنوع ممنوع ايوه اولا مش محبوبة ليه بقى؟ مش محبوب ان انت اي بناد دينيا يا دينيا مش محبوب اه بس فيه ناس بتتفين ساعات بالليل لا الدفن شاكلان الكلام الميت دفنه اه صح لقدر الله معروفة ان اللي بيتفن بالليل ده حاجة متنايب اه ياما لقدر الله جاي مؤخر جاي من سفر اه معروف ان دفن الله المعروف بس انك تزور ميت بالليل لا لا محبوب مش محبوب ده فعلا كلا زي ما بيتقال بيتلبس والكلام ده ولا لا ايوه مش محبوب اولا خلي اولا الطربي ايبقى صعب جدا انه يفتح له الباب او يستقبل او يوديه المدفع صح على الكل اللي خالص يقوله لا انت معك طول النهار ام ام وفي حتة ان المقابر مسكونة جن مفيش ضرر منهم لا عليك في اي حاجة لا ما سمعتش مثلا حد جاي زور اه ضرر من الحضور اللي موجود او اي حاجة لا خالص واحنا اللي عاملين البدع ديت وعملين اللي فهم الخاطئة ديت صح احنا اكتر حالي نطلع البدع صح هو قلة الدين اللي عندنا هو اللي بيخل البعض انه هو يستغل الكلام ده وفي نفس الوقت اللي فكرة السحري شوف انا بكلمك على بقى انا في بالي مثلا في ناس تسرق الجسس او بتجر بيها بشكل او باخر لا ان المنتشر اكتر هو السحر والناس اللي بتيجي ترمي اكتر حاجة وبتيجي ستات ترمي بقى في ستات بتجي ترمي وفي ستات مثلا اه بتقولك احنا مثلا عندي مثلا بنتي عندي اه بنت اقوية مثلا كذا كذا ما بتخلفش تعمل اي بقى وانا هروح لشيخ اقول له عشان بنت عايز اتخلف ولا ابن عايز يخلف صح اطلب من ربنا صح ايه ده بس انا امار في المعلومة دي يعني بيجي لك ستات بتاج طب ستات ديات مثلا يعني من طبقة في ايه او فيه من طبقات اه تعالية او فيه من طبقات اه حلوة بجد يعني دي ملحاش علاقة بقى ان لحد متعلم او مش متعلم عايز او مش عارف ملحاش علاقة اطلاقة اطلاق فتح لي المقبرة عشان اعدي علامات عشان اخذ عايز ايه دفنة مثلا يمكن مدفون وعازع بنتي او ابني او كذا كذا هتعدى عن مية طب انا كنت سمعت قبل كده كنت عملت حلقة من زمان من سنتين عن اللوح اللي في بقى في البقرة اللوح الفخد اللي بتعمل عليه اسحار وبيتكفن شفت ده يا محمد؟ لا لا ما شفتوش ده بتعمل في الارياف اكبر في الارياف اه يعني اللي بيجيلك وطب ايه تاني ممكن الستان بتحتاجه ولا ما يعفى في البيض عشان انتجوز برده في حاجة تاني بتتعمل عشان تجي المقبرة عشان تتجوز لا ايه اكتر حاجة انها عشان تخلف لازم تعدى علامات ايه اكتر حاجة تفتح لاجة بيعرضوا فلوس كان بقى محمد؟ والله هي حسب المبلغ اللي بيعرضوها كان بقى بس سامحني في الاول والاخر اذا كان هي اللي بتعرض او اللي هيفتح طالما ما عندوش دين تتوقع تعمل اي حاجة صح وعشان خاطر ايه المادة استنى يا اخي بعد احترامك اصبر عليها حتى اجيلك في الحلال صح بس ما اخدوهاش بالحرام واشيل زنبها ما انا هسيبها واموت وهتحسب عليها صح دي القصة مع محمد دي القصة مع حراس المقابر مع الناس اللي عايشة مع اهالينا اللي في دار الحق ملخص كلمة عم محمد ايه قلة الدين هلم والديانة في اسوأ الطرق وقالك انا عايش باليه تلاتين سنة ولا شفت ولا جن ولا عفريت ولا شفت اي حاجة من الاشياء دي مع ان معروف ان كل المقابر مسكونة واسوأ شيء هو قلة الدين اللي بتخلي الستات وبتخلي بعض من يدعي الدين ان هو يجي هنا ويسحر ويرمي ويعلق ساحلة في الشجر ويرمي ساحلة في المقابر ويناس تقولك عدي على مائة عشان اخلف وكل ده من قلة الدين ويامة هنسمى كلام عم محمد كلام مهم انا بشكركم وقاريت كلام عم محمد دي نفضل على طول فاكرينه عشان نعرف ان المشكلة عندنا مش عنده حد تاني على فكرة شكرا بشكورك عم محمد شكرا لكم ويزيلا تعبنائك شكرا لكم